من حلوطو بيطلبو مني على طول لكن النهاردة كررت اللي انا اعمله بكمية عشان مايقعدش كل يوم يطلبو مني جبت الخوخ او جبي اي نوع فاكهة عندك حطيها في المية وولا عليها النور وستيها تاخد غلويتين تلاتة وبعد كده تعالى اقولك هنعمل بيها ايه عايز اقولك كلهم هيجننوا على الطعم والطعم هيكون حلو جدا وكله هينبهر بالنتيجة بعد ما سلقت الخوخ في المية شوية خدتو كده من المية طلعتو علشان خطر اقدر اللي انا اشيل القشرة بكل سهولة وطبعا اطلع البزرى اللي جواه يلا ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وتقوللي بتتفرج علي منين عايز اقولكم الوصفة بتاعت النهاردة تقدري تعمليها باي نوع فاكهة متوفر عندك بس في فاكهة ينفع تحطيها على النار وفي فاكهة ماينفعش تحطيها على النار اول حاجة بقى طبعا بدأت بقى اللي انا اشيل كده البزرى اللي جواه في المرحلة دي لو القشرة سهلة عليك وتقدري تشيليها تشيليها على طول لكن هي كانت متماسكة عندي شوية ففضلت اللي انا اسيبها زي ما هي وبعد كده هقولك انا هعمل فيها ايه شلت بس البزرى كده اللي جواه حطيته كله في الدرق دوت عشان هضربه بالهند بلندر لو عندك خلاط يبقى هتحطيه في الخلاط ومش هيقولك لأ هحط عليك كوباية سكر وكوباية مية وهضرب كله مع بعضه بالشكل دوت كده لحد بخلي الكون بتاعه كريمي خالص بعد كده بعد كده بقى هصفيه والمصفة تكون ديئة شوية عشان خاطر بس القشر بتاعه ماينزلش معينا لو عندك مصفة اكبر من كده وما تعزدش نفسك زي حالتي هيبقى تمام هتعملي بقى حبة حبة كده لو كبيرة هيبقى تحطي كله مرة واحدة انا هنا خلصتي اعتبر ثلاثة اربع الكمية هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض عملت لايك للصفحة صليتي على الرسول طب يلا بسرع عملي متابعة للصفحة وحطي لايك وصلي على الرسول في الكومنتات علي افضل الصلاة والسلام كده خلاص خلصت الكمية كلها وشلت الاشر معي كس من الكريمة حطيته بالشكل دوت ومعي كمان كوباية كبيرة من الزبادي لو الكوباية الصغيرة اللي متعودين عليها اللي هي ميجروم يبقى هتحطي كوبايتين وهنا حطيت معلقتين من لبن البودر وهحط كيس من الفانيليا ورشة بسيطة جدا من اللون البرتقوني بس انا مكانش عندي لون برتقوني فحطيت لون احمر هيدينا برضو نتيجة كويس وطبعا الالوان ديات الوان صحية تقدر تستبعديها لو مش متوفرة عندك بالهند بلندر وهقدر اللي انا اضربه كده ضربتين تلاتة وطبعا لو مش موجود يبقى هتحطيه في الخلاط بس كده في الوقت ده هقدر اقولك اللي الوصفة بتاعتنا خلصت سهلة وسريعة وتعمها حلوة جدا وهجب تعجب كل اللي موجودين عندك على الفريزر جار يحطيها واسيبيها كده الموضة اربع ساعات بعد الاربع ساعات بقى تعالي نشوفها مع بعض قد ايه طعم الايس كريم حلو جدا كريمي وسهل وبسيط تقدر تعمليه من العنب تقدر تعمليه من التين الشوكي تقدر تعمليه من الفكهة اللي موجودة دلوقتي وهنعمل مع بعض الفترة اللي جاية انواع كتير من الايس كريم بطرق مختلفة المطة بتاعته حلوة قوي والطعم حكاية جربيه ودعيلي زي ما انت شايفة كده اي صوص بقى تقدر تحطيه من فوق الوش او شوية مكسرون ولو عنديك البسكوطة بتاعت الايس كريم ليش هتقولك لا ما تنسيش تعمليه للولاد وتدين محبكم في اللي وسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر